عشرة شهداء وأكثر من 1300 مصاب نتيجة إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغز باتجاه المتظاهرين عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل وللجمعة الثانية خرج الآلاف من الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة حيث أشعلوا إطارات السيارات احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية وتأكيدا على التمسك بحق العودة واستهدفت قوات الاحتلال الأطفال والصحفيين والتواقم الطبية فاستشهد طفل وصحفي وأصيب عدد من المسعفين وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الطوارئ في جميع المستشفيات مع استقبال عدد كبير من الجرحة كما أقامت عيادات ميدانية قرب الحدود لإسعافهم ويأتي ذلك وسط دعوات لمواصلة التظاهر بشكل يومي على أن يكون بشكل أكبر في أيام الجمعة ومنذ انطلاق مسيرة العودة قبل أسبوعين سقط ثمانية وعشرون شهيدة وأصيب أكثر من ثلاثة ألاف وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمينة العام للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين وتقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر